بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله في كيميا أربعة في جزء الثاني من غازات رقم اثنين سوف ندرس اليوم القوانين الجديدة في الغازات رقم اثنين ونحل كل سؤال على كل قانون من القوانين الأربعة سوف ندرسها هذا اليوم نشوف قوانين الموجودة عندنا ماذا سوف ندرس في قوانين غازات رقم اثنين الأمس أخذنا قانون شار وقانون بويل وقانون جالوساك ثم قانون العامل الغازات اليوم ناخذ أنواع أخرى من القوانين الموجودة عندي في قوانين الغازات أول قانون موجود عندي اللي هو قانون يسمى الحجم المولاري رقم واحد سوف ندرسها اليوم اللي هو الحجم المولاري وهذا القانون الحجم المولاري يعتمد على مبدأ في جادرو مبدأ في جادرو أن الغازات المختلفة لها نفس الحجوم عند نفس درجة الحرارة والضغط فلذلك مشى على هذا مبدأ ووجدوا أن الحجم المولاري يكون ثابت ورقم ثابت الحجم المولاري يساوي 22.4 لتر هذا هو الحجم المولاري الموجود عندي لكي أوجد أي حجم غاز في الظروف المعيارية ماذا يقصد في الظروف المعيارية؟ هو لازم يكتب لك في المسألة حسب الظروف المعيارية اللي هو S و T و B هذه الظروف المعيارية طيب ماذا يقصد هنا في الظروف المعيارية؟ درجة الحرارة يكون عندي 273 الضغط اللي هو ضغط واحد فأستطيع أن نطلع الحجم الحجم العادي في الظروف المعيارية في حسب قانونه نضرب عدد المولات اللي هو ال N موجود عندي عدد المولات في الظروفه في الحجم المولاري اللي هو 22.4 ولذلك لو طلبك أي حجم في الظروف المعيارية أستطيع استخدمها حسب الحجم المولاري الموجود عندي إن شاء الله نأخذ مسألة ونحل هذه الطريقة ونعرف ماذا يقصد عندي بالظروف المعارية أو الظروف الاستيب الموجودة عندي القانون الثاني قانون الغاز المثالي ما هو قانون الغاز المثالي؟ هو قانون يكون عندي في كمية المادة وهو عبارة عن نفس القوانين اللي أخذنا جاي لوسك لكن أضيفت عندي عدد المولات اللي هو بي في في يساوي عندي ان اللي هو عدد المولات في ثابت الغازات اللي سوف يعطى لك في السؤال في درجة الحرارة اللي هو الكلفة وهذا هو القانون يستخدمه حسب الموطة عندك إذا طلبك في عدد المولات وفي ثابت الغازات وفي درجة الحرارة وأيضا عندي الضغط ودرجة أو الحجم الموجود عندي اللي يكون باللتر القانون الثالث هذا القانون الثاني القانون الثالث نستطيع نطلع كثافة أي غاز مثالي موجود عندي بكل بساطة أن الثالث اللي هو عبارة عن دي هو الكثافة يساوي عندي اللي هو الكتلة المولية اللي هو الام عندي في الضغط على الار تي اللي هو عبارة عن الكتلة المولية في الضغط في ثابت على تم استنتاج هذا القانون يطلع لي كثافة الغاز المثالي رقم أربع عندي كيف أحسب حساباتي الكيميائية أو طلع الحجم الكتلة من خلال المعادلة لازم أخذ بعض الأشياء أوش لازم أوزن معادلة ثاني شيء ثاني خطوة اللي هو عدد اللترات من المعادلة ثالث شيء عدد اللترات من السؤال وهذه إن شاء الله نحل هذه الطرق الثلاث في أي معادلة نستطيع نحسب فيها الحجم والكتلة من خلال المعادلة ناخذ الأمثلة ونطبقها على القوانين الموجودة عندي السؤال سبعة وستين صفحة اثنين واربعين يقول هنا غاز المنازل يستعمل غاز البروبان موجود عندي سي ثري اتش ايت في المنازل أغراض الطهي والتدفع أحسب حجم صفر بوينت خمسمية واربعين مول من البروبان في الظروف المعيارية هنا طلبك أحسب الحجم مدام طلبك أحسب الحجم فروح عند قانون الأول اللي هو رقم واحد هنا كيف أطلع الحجم من الظروف المعيارية لرقم واحد وارح أطبقها في القاعدة الموجودة عندي فروح أوجد الحجم يساوي اللي هو عدد المولات اللي هو إن ضرب الرقم الثابت اللي هو اثنين وعشرين فاصلة أربع طيب الآن أعوذ تعويذ مباشر مدام كتب لي في الظروف المعيارية أنا خلاص أعرف في الظروف المعيارية ما أستخدم لا ضغط الآن ولا أستخدم اللي هو درجة الحرارة فلذلك يكون قانوني يكون بالشكل هذا فقط يطلب الحجم بالقانون هذا لأنك تستخدمها على طول مباشرة لأنه يطلع لي القانون الموجود عندي فعلى طول مباشرة أحل وين المول والله الساد هذا هو فأروح أعوذ صفر بوينت خمسة أربعة صفر اللي هو مول أروح أضربه في كم اثنين وعشرين فاصلة أربعة يطلع لي الناتج هنا تحسبها أنت تقريبا اللي هو نص الرقم هذا بيطلع لي اثنين عشر فاصلة صفر أربعة لكن أبغاك أنت توجد هذا الحل الموجود عندي وتوجد الحجم هذا عن طريق ضربك في الآلة الحاسبة أو الضرب المباشر عندي يطلع لي الحجم في الظروف المعارية الظروف المعارية معتها اللي هو S و T و B وكذا حلينا هذه الفقرة على نفس مثالنا على القانون الأول نشوف سؤال 69 هنا يقول أحسب عدد مولات الأكسجيل في وعاء حجمه اثنين لتر ودرجة حرارته 25 وإذا كان ضغطه 3.5 الموجود عندي لاحظ المطلوب عندي عدد المولات مدام طلب عدد المولات معنات لازم استخدم القانون الثاني الموجود عندي اللي هو عبارة عن B في فيه يساوي N R في T طيب أستاذ وش المجهول؟ والله أنا عارف أن المجهول عندي اللي هو عدد المولات هنا فلازم أكتب قانوني الآن أنا أريد أن تطلعي استراتيجية كيف أنك تطلعي قانون من قبل ما تبدأ الحل المسألة الآن زي ما قلنا سابقاً أي رقم مع المجهول هذا هو المجهول عندي فمعناته مضروف في الـ R ومضروف في T فمعناته لازم أكتب الرقمين اللي تحت هنا أو الحرفين هنا R ضرب درجة الحرارة هنا اللي موجودة لازم الكلفن وضع في الأعلى اللي هو الحجم الضغط ضرب الحجم كذا الآن بنطبق القانون طيب يا أستاذ هل في تحويلات ولا شيء ولا نعوض للرقام مباشرة أول شيء الضغط والله أستاذ أعطاني هنا ثلاثة ونص كيف عرفته موجود ضرب الحجم كم أعطاني والله أستاذ أعطاني هنا باللتر أعطاني اثنين الآن شوف الآن ما حولت شيء طيب الـ R يا أستاذ وين أعطاني الـ R هنا لازم يعطالك في المسألة حيث أن الـ R يساوي 0.082 هذا معطى لازم يعطالك في السؤال اللي هو ثابت الغازات حسب الضغط هلو كان بالـ A-M تأخذ بالرقم هذا لو كان كيلو اسكال يعطيك الرقم اللي سوف تعوضها في الـ R فالآن هل تحط هنا 0.082 المتبقي عندي من دراجة الحرارة يستاذ أعطاني هنا دراجة الحرارة 25 فأنت زي ما قلنا لازم في الهامش تروح توجد درجة الحرارة تقول 25 زادا ماذا أحسنت 273 ليش جمعتها مع 273 عشان أحول هذا الرقم اللي هو بيكون عندي بالكالفن ويطلع لي 298 اللي هو كالفن معناته رح أضرب الرقم هنا 298 انتهينا كذا أنا في النهاية يطلع عدد المولات ويطلع لي الناتج بالمول وأروح أحسب حساباتي وطلع الرقم موجود عندي فيكون عندي تقريبا 0.4 مول أنت حسبها بالشكل هذا وطلع أرقامك لاحظ لا تنسى لا تنسى اللي هو أننا حولنا درجة حرام من 25 مائوية إلى كالفن والآر لازم يعطالك في السؤال عشان تحدد كيف طريقة الحل في هذا السؤال كذا انتهنا الآن مثالنا رقم 2 على القانون رقم 2 الآن على القانون رقم 3 طلبك الكثافة اللي تكلمنا عنه معين من غاز النتروجين وكتب لك النتروجين اللي هو عبارة عن النتو ضغطها 3.5 اللي هو عبارة عن B والحجم 3 اللي عندي ضغطها عندي عبارة عن 5.30 وحجمها عندي 3.5 عندي درجة 125 اللي هو T هنا طلبك الكثافة أنا على طول أنا عارف قانون الكثافة اللي هو رقم 3 اللي عندي أخذناه D يساوي M في B على R في T وأبدأ الآن عوض مباشر طيب يا الساد أنا حاجة لازم أحلها في الهامش ما هو اللي أحلها في الهامش؟ هنا لازم للساد يعطيني حيث أن النتروجين كم يساوي عدد الكتل إلى والله يساوي 14 فلازم أنا أوجد M هنا فأروح أحلي في الهامش أنا عندي هنا لازم أوجد M الكبتا اللي هو كتلة الكتلة المولية طيب كيف أحل الكتلة المولية؟ أروح أشوف كم عندي ذرة موجودة من النتروجين والله اثنين وأروح أضربها في 14 يساوي 28 فمعناته هنا كيف جبنا 28؟ جبناها من الكتلة المولية للنتروجين الموجود عندي طيب الضغط كم الضغط الموجود عندي؟ والله السادة أعطاني هنا 5.30 أروح أكتب 5.30 على ال-R ال-R هنا لازم يعطيك في السؤال وقلنا دائما ال-R اللي هو عبارة عن 0.082 رقم ثابت موجود عندي طيب وش اللي باقي عندي؟ والله درجة الحرارة نفس الكلام درجة الحرارة سأخذ 125 زايدا 273 ونقول لماذا؟ لأنك سوف تحولها بماذا؟ بالكلفن يطلع عندي 398 كلفن معنات رح أكتب هنا 398 كلفن الآن بعمل حساباتي وبيطلع لي الهو الكثافة الموجودة عندي وطلع كم قيمة الكثافة بالموجود عرفنا الآن ما هي الفكرة جديدة؟ أعطاني هنا لازم توجد الكتلة المولية وكتلة المولية عدد الذرات تضربها في عدد الكتلة اللي لازم يعطيك الأستاذ في المسألة 2.14 ساوي 28 وأعطاني القيمة هذه الموجودة عندي كده أنتهينا كده أنتهينا اللي هو سؤالنا الثالث أو على قانون الثالث آخر سؤال موجود عندي كيف أطبق الحسابات الكيميائية من خلال المعادلة قلنا ثلاث أشياء الخطوة الأولى وزن المعادلة الآن المعادلة أعطاني موزونة لاحظوا معادلة جاهزة موزونة الخطوة الثانية أني أوجد عدد اللترات من المعادلة أوجد عدد اللترات المعادلة بروح أشوف أقارن الشيء الموجود عندي منه الموجود والله يا سيد طلبني في السؤال CH3 أروح أكتب C3 H8 وروح أشوف الشيء الثاني منه الأكسجين وأبدأ أقارنهم عدد اللترات عدد اللترات هو الرقم اللي قبل هنا واحد اللتر هنا خمسة اللتر مين جبتها جبتها من الرقم هذا من المعادلة هذا انتهت الآن من خطوة الموجودة عندي الخطوة الثانية عدد نقول عدد اللترات من السؤال وأكتشف منه المطلوب عندي والله عدد اللترات من السؤال بروح أشوف طلبني هنا أوجد كم لتر من غاز CH3 معناته هذا عبارة عن X وهنا أعطاني كم 34 لتر معناته ماذا أعمل الآن أصلح عملية مقص معناته X في النهاية بتساوي عندي 34 ضرب 1 تقسيم 5 توجد أنت الناتج يطلع اللي هو اللتر ولذلك أخذنا الآن ثلاث خطوات كيف أعمل حساباتي في أي معادلة موجودة عندي مقارنة بعدنا عدد اللترات من معادلة بعدنا عدد اللترات من السؤال ثم أعمل عملية مقص الآن انتهينا من جزئنا الثاني في الغازات أخذنا الأربع القوانين وأخذنا أمثل عليها وكيف طريق حلها إن شاء الله ندخل فصل جديد قدا ونتكلم عن هذا الموضوع اللي هو تكلم عن مخاليط وكيف نعمل عملية الحسابات الموجودة فيها ألف شكر لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته